العلاقات المصرية الأردنية متميزة ومتنوعة في كافة المجالات في ظل التوافق في الرؤى والأهداف ما بين القيادة السياسية في البلدين وتكتسب العلاقات السياسية بين القاهرة وعمان أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تؤديه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة ملفات أساسية يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفين أساسيين فيها وما زالت الدولتان تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية في ملف الإرهاب تتافق رؤى الدولتين حول ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية التجارة والاستثمار شريان آخر يربط ما بين الدولتين حيث يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي وتضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم حركة التبادل التجاري ما بين مصر والأردن شهدت ارتفاعا كبيرا بالتزامن مع التطور الذي تشهده العلاقات على المستوى السياسي في السنوات الأخيرة وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري ما بين مصر والأردن مسجلة تسعمائة وخمسة عشر فاصل ستة مليون دولار وذلك خلال العام الفين واحد وعشرين مقابل سبعمائة واحد وثلاثين فاصل سبعة مليون دولار خلال العام عشرين عشرين بنسبة ارتفاع قدرها خمسة وعشرين فاصل واحد بالمئة القطاع السياحي كان شهدا هو الآخر على العلاقات الدافئة ما بين البلدين حيث تعتبر مدينة شرم الشيخ مقصدا رئيسيا للسائح الأردني وتشير الإحصائيات إلى أن السوق الأردني من أهم الأسواق العربية المصدرة للسياحة لمصر